السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تفسير الأحلام مرحبا بالجميع إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا جزيرا لكم أهلا بكم بعض الناس بتخاف أنه يتنام عشان ما تشوفش أحلامه وكوابيس مفزعة لأن سبحان الله كل ما ينام يشوف حلم كل ما ينام يشوف كابوس ويزح من النوم مفزوع مش قادر أنه ينام من كثرة الكوابيس والأحلام المفزعة اللي هو بيشوفها وطبعا ده بيكون من تلاعب الشيطان وإحنا بنعرف أنه في دعاء حعرفه لكم لو أنت قلت الدعاء ده إن شاء الرحمن مش هتشوف في منامك غير رؤية طيبة ومش هتشوف أي أحلام ولا كوابيس نهائيا بإذن الله فعايزك تركز معي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم حديثا أصدقكم رؤى ولذلك العلماء بيفصروا الحديث لأن الإنسان لو كان مكرعا الكذب فبتكون الرؤية بتاعته صادقة ولذلك يا أخي الكريم اعرف أن الرؤى ديتها بشراط ما ربنا سبحانه وتعالى بيرشدك من خلالها لأمر خير أو بيحذرك من أمر سوء ولازم أنك أنت تحفظ الدعاء ده وتردده مرارا وتكرارا خاصة قبل النوم عشان ما تشوفش رؤى المقابر وعشان ما تشوفش رؤى الحياة وعشان ما تشوفش رؤى الثعبين وعشان ما تشوفش أن في حد بيخنق فيك لازم تقول اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام الدعاء كمان مرة اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام لأن بنعرف أن الحلم من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بيقول في كتابه الكريم إنما النجوة من الشيطان اللي يحزون الذين أمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوا كلمؤمنون فطول ما أنت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما حتشوف حلم سيئ عمرك ما حتشوف أي شيء يضرك وحاول أنك دايما تنم على جنبك الأيمن أو أبسط المسائل حاول أنك تقرأ أذكار ما قبل النوم وتنسى على السيرل بتاعك ثلاث مرات وقول بسم الله بسم الله بسم الله بسمك رب وضعت جنبه وبك أرفع فإنها مساكت نفسي فرحمها وإنها رسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين حاول دايما تحفظ على أذكار نومك إن شاء الله ما تشوفش أحلام مزعجة ولا كوابيس تأرق نومك لو عقبك المقطع ده وعقبك الدعاء يريد أن تنشره لأصحابك فتدل على الخير كفعالك ومن تنسى أنك أنت تدوس لايك وتضغط سبسكرب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو لك أطيب تحياتي أنا أخوك يوسف أحمد شكرا على المتابعة لا تنسوا دعم المقطع بالهايك والسلام عليكم